السلام عليكم اخوتي وشاركو ملاباس بخير جينا نحكو على ثلث مواضيع الموضوع اللولاني تاع محمد فارس معلاتسيو وجينا نحكو تانيك نحكو تانيك على نبيب بن طالب اولا نبدأ بالموضوع محمد فارس اللي ما زال معلنوش عالي حتى اليومه وزيط الباري حدرت في البوست بللي اراهم لاتسيو راهم باقوا لاعب هاداك اللاعب ما لاباليش اسكو تعالبي ولا تعالقاء ولا كده فهذا الامر اللي شيت بللي فاتت اتناش اليومه ما داروش الليسة تع محمد فارس يعني ما زال ما حطوش في تويتر او في الصفحة حتى الرسمية تعالاتسيو بللي محمد فارس راهو رسميا ادخلت للصفحة هادية تعالاتسيولند هادية اللي نداري يجيب من عندها الاخبار تعالى محمد فارس ولاتسيو وكده ومنه ونجي وهي تنشر تانيك اخبار يعني تحكي على الصحفي هاداك الايطالي هاداك اللي نعرف تعالى سكاي سبورت وكده فاكتبت لهم قتلوا يعني انا يا يوتيوبر وكده ومنه ونتكلم على اللاعبين الجزائريين قتلوا عندي سؤال اه متى يتم كما قلون الاعلان على السفقات عفارس في رأيك اه قل لي بالحرف الواحد كما راكوا تشوفوا اللي هنا يا قل لي اه سؤال جيد قل لي لا يمكن ان يكون رسميا حتى نبيع حتى نبيع لاعبا على الارجح باستوس اه باستوس اه باستوس هذا يا دي نقول لكم ما شكون هو هذا باستوس قل لي تشير احدث قل لي هو يقول لي تشير احدث التقارير الى انه قد يكون الاسبوع المقبل في هذه الحالة لن يفوت فارس سوى مباراة واحدة يعني ما يقدرش يلعب معهم دقة حتى يعنوا عليها رسميا ولو كان ان شاء الله يفروها الاسبوع الجاي يعني فارس يراتي غير مباراة واحدة مع مع لاتسو قل لي لكن من المستحيل التخمن اه باستوس هذا يا مدافع راكوا تشوفوا راكوا تشوفوا اللي هنا يا اه راهم في حوارات قائمة مع الدوري التركي يعني معه بيشيكتاش نادي بيشيكتاش ونادي اسمه هادا يا اه اسطنبول باشاك ساهير هادا يا شاهير ولا شاهير باشاك شاهير راهم في التفاوضات معاه باش كما قولوا يبيعوا هاداك المدافع ويعنوا رسميا على تصفقاتها محمد فارس لانه لازم يحطوا الليستات على الاسماء كاملة شحال كان من لاعب 28 و32 لاعب لازم يحطوها ويقدموها كما قولوا الاسم الاتحادية الايطالية بلي هادا هما اللاعبين تاع هذا الموسم حتى يجي الصيف باركزمبل لازم يبيعوا باش يشاروا راكوا شايفين كي تكون الليستة كاملة كي يكون نادي ما عندوش لستة كاملة عندو ناقص باركزمبل لازم يكون فيها 32 جوار عندو 30 جوار عندو الحق يجيب زوج لجوار راكوا شايفين اذا كان عندو 25 جوار في الانتدابات عندو الحق يجيب خمسة لجوار واذا كانوا عندو بزاف لازم مام يشاري يقدر يشاري بصح بش يعلنا رسميا ولاعب يلاعب معها رسميا حتى يبيع علىها من داك باركزم تلقاهم باعوا بشرا وراكوا شايفين هادا وش حبينا نهضروه في الموضوع موحمد فارس نجودو كل اللي اسمها الاسمه العروسي العروسي كما راكوا شوفوا له نشكر الاخت او الاخ اللي للاسم القانة تاعو امال ما على باليش اسكو اسم القانة امال ولا للشخص الشخص اسمه امال فهو انتو يعني شكرا اذا كنت شخص شكرا على كل حال راكوا شوفوا صفحة انفيلد هادية تحكي خرجة 25 سبتمبر خرجة اليوم هادي قل لك يقال ان اولمبياكوس حارس على التعاقد مع مدافع ليفر بول قل لك اثاد التقارير ان العملاق اليوناني اولمبياكوس مهتم بالتعاقد مع الظاهير الايصر لليفر بول ياسر العروسي قبل نهاية فترة الانتقالات الشهر المقبل يعني قبل ما تخلاص 5 اكتوبر يخلاص وقت الانتدابات قل لك وفقا للصحافي جاناس ولا خاناس ولا اسمه اولمبياكوس حارسونا على جلب المدافع الشاب هذا الساك من ليفر بول وراكوا تشوفوا اللي هنا اياه هاداك الصحافي هاداك راهوا دايا في التويتر تاعوا باللي كما قلوا ليفر واسمه اولمبياكوس راه هم مهتمين باسمه بالعروسي انا حكيتها لكم ديك الخطرة انه بالماضي قال لهم اللي حبي يلعب مع المنتخب راهوا كاين الميرقاطو كاين الميرقاطو يعني ما تريح ليش فاركزون في الدرجة مثلا في النادي تلعب في النادي البي وتحوز تلعب معالي كيبناسونال او مثلا انتارك في الفاريق تاعك وما ركش تلعب ابدا يعني رمدا يرينك احتيات وكده كاين الميرقاطو رح شوف نادي اللي تلعب فيه وقت اكبر بش احنا نتحقوا المنافسة على هديك اللي كما نقوله اللاعب ينتاعه وعنه بدو يتحركوا سورته واسمه العروسي العروسي يعني تقريبا راه هو حايب يلعب معالي كيبناسونال وعلى هديك اللي يسترح انه راه هو حايب بيروح من ليفربول راه حايب يروح لماكان اللي يلعب فيه اللي يكون عنده وقت تعلب اللي يلعب فيه واللي يقدم فيه الاضافة يعني هكذاك بش نقدرون جيبوه للمتاخب يعني العروسي راه اخداء خبرة مع ليفربول عليش كان يلعب باريغ زوني نقولوا حتى وكان يلعب في البي ما كانش يلعب في الآ وإنما ما تنسوش كان يلعب كأس الرابيطة والكؤوس دوما كان يلعب هالعمل يفتع ليفربول كاملة ونخارط مع الليكيب بتاع الآ بو ما لعبش الشامبيونة وإنما كان يلعب معهم الكؤوس وكان بعض اللاعبين محمد صالح وصاديو ماني هادوك ما يلعبوش الكؤوس اللعبو غير دوري أبطال أوروبا والكؤوس يخلوها للبي فهمتو؟ ماشي كما وسمو كوردو لهادك اللي كان العملي فاته وبدأت تحلب البالح دارهم قاع صغار كان العملي فاته ولو العملي فاته كان اللي كيف بتاعه والآ هي اللي تلعب الليكوب تلعب كارابا وكاب تلعب كأس الرابيطة تلعب كلش تلعب كأس الاتحاة تلعب فهمتو؟ هادوك اللي تعيي اللاعبين تاعك والله هو بداي فيق بونت منا ورياض محرز ما يخليش في الكؤوس برك ونشوفه الأسبوع الجاي وش رح يصره معالي ستر سيتي مارد الحد إذا ملعبش يعني كاريتا وانتظروا مني فيديو قصف قاوي قصف ساروخ أرجو يعني ان شاء الله يلعب انا نتمنى يلعب انا نتمنى يلعب بسكم ماردانيش حيب ندير هالفيديو فهمتو؟ ان شاء الله يلعب باش نديروا فيديو ونقالما ونحقوه ونقصره ونحللوه على الموبالات نجو النابيل بن طالب نشكره أخونا هذا يعبدو على الروابط اللي يبعث لي البارح ثلاثة روابط على وسمه على محمد فارس نعطي لكم زوج صفاحات برك سينباديا نيوس قل لك سامدوريا وصول مفاجأة بن طالب اتفاق مع شالك يقول لك سامدوريا وضع تسديد مفاجئة في أتلائب خط الوسط 94 بن طالب قادم من شالك 04 نول فير قل لك سامدوريا يتحرك في السوق بعد إغلاق عمليات كايتا هذا يا بالدي وأنطونيو كاندريفا وصل يعني ما تفهمش معهم ما مشروهمش قل لك وصل نادي سامدوريا إلى اتفاق مع شالك لنابيل بن طالب وشالك قالت مادام ما جوش عرود بن طالب له معانا وقالت البالة في أحد الجاردة يقول لك يعني في أول مباراة اللي بن طالب في أول ظهور له مع شالك قدم مباراة رائعة يعني كان قدم أداء جدا رائع فهمتو يقول لك وهو تخرج عليه شالك يعني المشاكل البرقة اللي دارهم كان كان باباها في شالك صراحة كان اللي في ناتي هو اللي يديرهم كان كان صراحة كان شاد بلاس وربي يجيب الخير على كل حال وربي يتبته إن شاء الله وربي كما يقولوا اللي يوفقه ويبعد عليها الشر هذا ما كان قال لك كما ذكرت واسمها سبورتيتا لايا هدية سبورتيتا لايا فإن لاعب خط الوسط المولود عام 1994 سيكون بمثابة تعزيز جديد للمدرب كلاوديو رانييري كلاوديو رانييري هو اللي راهو المدرب تح وصمه سامدوريا هالية وكلاوديو رانييري يا أخي لابلكم باللي يعطي بزاف اللاعبين الحرية في الميدان وكما قولوا يساعد اللاعبين باش يخرجوا كل ما عندهم هو اللي يخرج رياض محرز هو اللي يخرج كانتي هو اللي يخرج فاردي هو اللي يخرج فهمتو يعني اللاعبين اللي يلعبوا عنده يخليهم يتطرقوا قعد طاقة تحموا أنا نتمنى لو كان بنطالب يروح تما باش يعاودي واللي الفورمات تعوه قبل ما يروح عليه التناوي يروح عليه الزمان إن شاء الله برك ينجح معه إن شاء الله تنجح السفقة هذه وإن شاء الله ينجح مع كلاوديو رانييري اللي يحط له في بلاسو اللي يعطيه له يعني الإضافة لأن بنطالب عندهون شواء هجومية واللي راني شوفوا باللي بنطالب مع الاندي هيا كما قولوا السورتون اللي يلعب معهم واسمهم نيو كاسل حقينه غير وسط ميدان ما يخلهش قاع يطلع له يعني الطريقة اللعب المدرب ما ساعدتش طريقة اللعب واسمه تاع بنطالب وهذه هي اللي قالها بناصر وهذه اللي قلتها البارح على رياض محرز أنه البارح ما كانش في الفوزيسيون تاعه وقالها بناصر قال أول ماتش لعبته مع واسمه مع أرسونال نهار ما كان مع أرسونال في الأكاديمية طلعوا لعب معهم ماتش في الفلاكو وبواقيل قال لك المدرب ما حطنيش في البوست تاعي هذاك البوست جامي لعبت فيها أكيد ما رحش نتعلق فهمتم وش حبيت نقول لكم اللعب كي يلقى البوست تاعي ويتعلق على هديك وش حبيت نقول بل اللي بنطالب ان شاء الله يروح لكلاوديو رانييري صورتو كلاوديو رانييري يعني صراحة نجول قال لك هنا يا ماتلا نفسي تقاريت كلمت عليها طلطو كالتشيو مير قاطورة هالي هنا يا ونحط لكم داع الروابط ان شاء الله خاوتي احنا نتمنى وغير الخير للعبي الجزائرين كامل وندعو لهم بالخير هذا مكان الدعاء الدعاء بالخير ولا كاش ما بنكاش خبر من العشية راني دير فيدي ولا ما كاش خبر من العشية نقول لكم نتلاقوا بحول الله غادا السلام عليكم